السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وقسوتنا وكدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مشاهد تخلع القلوب من زلزال المغرب تعالوا نشوف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم في البداية أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرحم شهداء زلزال المغرب رحمة واسعة وأن يجعل مثواهم الفردوس الأعلى يا رب العالمين وأن يربط على قلوب ذويهم وأن يعودهم خيرا في الآخرة وأن يشفي كل المصابين اللهم آمين يا رب العالمين طبعا نحن نقول شهداء نحسبهم كذلك ولا نزكيهم على الله سبحانه وتعالى فقد قال الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم قال الشهداء خمسة أي أن هناك شهداء غير شهيد المعركة وإن كان شهيد المعركة الذي يقاتل في سبيل الله هذا أعلى درجة من درجات الشهادة لكن لا ينفي ذلك أن هناك أيضا شهداء آخرين غير شهيد المعركة كما ذكر النبي ذلك في أحاديث كثيرة منها هذا الحديث قال الشهداء خمسة وذكر منهم صلى الله عليه وسلم صاحب الهدم صاحب الهدم الذي يموت تحت زلزال أو يموت تحت جدار أو يموت تحت بناء يعني هو ماشي وقع عليه جدار أو كان عايش في بيت أديم فسقط عليه كل هؤلاء إن كانوا يعيشون على الإيمان والإسلام والتوحيد وحدث لهم ذلك فهم شهداء إن شاء الله سبحانه وتعالى العجيب إن أهل هذه المنطقة ناس طيبين جدا وناس بسطاء جدا وفقراء جدا سبحان الله لعل وعسى هؤلاء الناس البسطاء استفاهم المولى عز وجل فاختار منهم شهداء لعل كل شهيد يشفع لسبعين في أهل بيتي كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما عند التلمذي بسند صحيح قال للشهيد عند ربه سبع خصال يغفر له مع أول دفعة من دمه ويرعى مقعده من الجنة ويحلى حلة الإيمان ويلبس تاج الوقار اللي يخوطة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويزوج من ثنتين وسبعين زوجا من الحور العين ويشفع في سبعين إنسان من أهل بيتي فيدخلهم الجنة فسبحان الله فلعل الله عز وجل اصطفى منهم هؤلاء الشهداء لعل وعسى كل شهيد يشفع لسبعين من أهل بيتي من هؤلاء الناس البسطاء الطيبين أصحاب القلوب الطيبة فيكونوا سببا في دخولهم الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى طبعا كانت مأساة كبيرة جدا عدد كبير جدا آلاف من الناس يعني إن شاء الله يكونوا نالوا الشهادة وآلاف آخرين أصيبوا إصابات شديدة ومئات الألوف من الأسر أو عشرات الألوف شرذت ولم تجد لها مكانا إلى هذه اللحظة والمشاهد كانت مؤلمة جدا عند وقوع ذلك الزلزال تعالوا نشوف مع بعض بعض المشاهد المؤلمة التي حدست أثناء الزلزال في بداية الزلزال ثم نعلق عليها ونحن نشاهد هذا الفيديو زي ما حضرتكم شايفين سبحان الله يعني الناس بتجري من كل مكان وهلع وفزع شيء عجيب جدا ده يعني بيذكرني بقول المولى عز وجل حينما يقول أفأمنا أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمنا أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون وده بيذكرني بمشهد من مشاهد قيام الساعة يقول جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مردعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارة وما هم بسكارة ولكن عذاب الله شديد وقال تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه سبحان الله فهذه المشاهد تذكرنا بالفعل تذكرنا بمشاهد يوم القيامة وتذكرنا بمشاهد قيام الساعة ولا حول ولا قوة إلا بلا لما رأيت هذه المشاهد يعني الحقيقة تأثرت جدا الدين الإنسان ممكن يكون في عزمه آمن ومطمئن وعايش حياة بسيطة جدا ومطمئن الحياة مشى في وطيرة ماء وفجأة يحدث هذا البلاء والبلاء لا يحدث لهوان الناس على الله حاشا لله البلاء إذا جاء لأهل المعاصي وأهل الكفر يكون عقوبة لعل الكافر يسلم ويرجع إلى الله ولعل العاصي يتوب ويرجع إلى الله لأن الله لن يستفيد من عذابنا قال جل وعلا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما يعني هيستفيد إيه ربنا لما يعزبنا يعني لو ربنا دخلنا كلنا الجنة هل ينقص ذلك من ملكه شيئا أبدا ولو دخلنا كلنا النار هل يزيد ذلك في ملك الله شيئا أبدا والله عز وجل أرحم بنا من رحمة الأمة بطفلها الرضيع قال جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء ورحمتي سبقت غضبي ورحمتي غلبت غضبي من كمان رحمة ربنا إنه جعل في الدنيا رحمة وحدة يتراحم بها الإنس والجن والطير والوحش حتى إن الدابة لترفع حافرها عن وليدها خشية أن تؤذيها سبحان الله فإذا كان يوم القيامة من كمان رحمة الله فإذا كان يوم القيامة رفع الله الرحمة إلى مئة رحمة يعني أضف لها التسعة وتسعين رحمة التي اختبأها اليوم القيامة حتى يتطاوى الإبليس ويظن أن رحمة الله ستسعه لكن محال أن تناله رحمة الله بعد أن كفر بالله سبحانه وتعالى إذن حبيبي فالإنسان لابد أن يستعد لذلك اليوم والإنسان لابد أن يكون عامل حسابه من أول لحظة أنه لازم يكون الزلزال يكون جنبي هنا أو يكون عندي في بيتي أو يكون في مكاني أبدا ما فيش حاجة بعيدة عن الإنسان الدنيا ليست ضار أمان زي ما أنتوا عارفين يما حدث الزلزال في تركيا وسوريا هل كان أحد منهم يتوقع وقوع الزلزال ده الزلزال حدث وكلهم كانوا نائمون سبحانك يا ربي شيء مفزع جدا الإنسان يكون نائم ويقوم نفسه على الزلزال تحت ردم أو تحت بناء ومنهم من مكث تحت البناء 13 يوم يعني بلا طعام ولا شراب ونسمة هواء بسيطة هي التي أبقته على قيد الحياة بقدر الله سبحانه وتعالى فالإنسان لا بد أن يستعد للقاء الله كل هذه الأحداث إنما هي أجراس إنذار عشان الأمة تفوق وترجع لربنا سبحانه وتعالى ومش لازم يكون الزلزال لما يقع في مكان مش لازم يكون أهل المكان دوات ناس على غير طاعة لا قد يكون هذا عظة لغيرهم واصطفاء لهؤلاء الناس يصطفي منهم شهداء ليشفع بعضهم لبعض والباقي يكتهد في طاعة الله ويعيش أكثر على طاعة الله سبحانه وتعالى ويتعذ بهم غيرهم فيعود إلى الله ويتوب إلى الله ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى فهذه البتلاءات إذا جاءت إلى الكافر تكون عقوبة وإذا جاءت إلى العاصر تكون إنذارا له ليرجع إلى الله وإذا جاءت إلى الطائع فإنما هي مغفرة زنوب ورفعة درجات فالله لا يبتلي إلا من يحب قال صلى الله عليه وسلم وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم كما عند الترمذيه بسندا صحيح والله يبتلينا ليكفر عنا الذنوب والسيئات قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا والله يبتلينا ليرفع درجاتنا في الجنة قال صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم وابن حبان بإسناد حسن إن الله عز وجل لا يكتب للعبد الدرجة والمنزلة في الجنة فلا يبلغها العبد بعمله فلا يزال الله يبتليه ويرزقه الصبر عليها حتى يبلغه إياها كلنا بلا استثناء ورب الكعبة كلنا نتمنى أن نعيش في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رغم أن في زمن النبي عسام لا كان في بيوت مبنية بالصيراميك والتوب والأشياء دي كلها ولا كان لها ألومتال ولا نجف ولا كهرباء ولا فيها نت ولا فيها سخنات كهربائية ولا غسار أوتوماتيك ولا أجهزة كهربائية ولا فيه موبايلات ولا فيه سوشيال ميديا ولا فيه مكيفات ولا فيه سيارات ولا فيه درجات بخارية ولا كان فيه أي وسيلة من وسائل الرفاهية أبدا حتى البيوت ما كانش فيها حمامات سبحانك يا ربي يعني حياة قصية جدا لكن كانت كلها مليئة بالسعادة لأن أولوبهم كانت موصولة بالله سبحانه وتعالى إذن يا أحبابي كل هذه الأشياء عشان نفوق ونرجع لربنا وكل واحد يلاجع نفسه وصدقوني ورب الكعبة أقولها كلمة كلمة إنسان مشفق على أحبابي أنا بعتبر نفسي واحد من كل أسرة بتشوفني دلوقتي بعتبر بنفسي فرضي من أسرتكم وبعتبركم كلكم أهلي وأحبابي فأنا بقولها والله العظيم بإشفاق وحب والله الدنيا ما تستاهل إن احنا ننسى لقاء الله يلابد أن نستعد لهذا اللقاء العظيم لا تنسوا الدعاء لأهلنا في المغرب وليبيا ومصر وسوريا وكل بلاد المسلمين والعراق وفلسطين واليمن والسودان والمغرب والجزائر وتولس كل بلاد المسلمين ندعو لها من قلوبنا بفضل الله ليرفع الله البلاء عن المسلمين في كل مكان وليرحم الله شهداءنا بفضل الله أدعو لهم بظهر الغيب تصدقوا عنهم ولو بالقليل بنية تفريج هممهم صلوا عليهم صلاة الغائب أكثروا من التوبة والاستغفار واستعدوا للقاء الله سبحانه وتعالى وليكن بعضنا لبعض عونا على طاعة الله سبحانه وتعالى فالدنيا والله ما تستاهل إن احنا ننسى لقاء الله أيا عبد كم يراك الله عاصية حريصا على الدنيا وللموت ناسية أنسيت لقاء الله واللحدة والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية لو أن المرأة لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسية ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي أختم بتلك الكصة اليسيرة لما لقي الفضال بن عياد رجلا غافلا عن طاعة الله قال أيها الرجل كم عمرك قال له ستون سنة قال سبحان الله فأنت منذ ستين سنة تسير إلى الله يوشك وأن تصل فقال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون قال له الفضيل بن عياد هل تعلم معنى تلك الكلمة قال نعم أعلم أني ملك لله وأني إليه راجع فقال له الفضيل يا هذا من علم أنه ملك لله وأنه إليه راجع فليعلم أنه بين يديه موقوف ومن علم أنه بين يديه موقوف فليعلم أنه بين يديه مسؤول ومن علم أنه بين يديه مسؤول فليعد للسؤال جوابا فقال له الرجل ما الحيلة يرحمك الله قال له الحيلة يسيرها قال ما هي قال أن تتق الله فيما بقي من عمرك يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقى قال جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيم فاللهم إنا نتوب إليك توبة صادقة نصوحا فبدل سيئاتنا إلى حسنات وأسأل الله أن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته